نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من رسائل هاتفية منسوبة للبريد المصرية تزعم اختار بعض العملاء بتعليق طلبات الشحن الخاصة بهم والاستعلام عن بيانات حساباتهم الشخصية بدعوة تحديثها ودفع تكليف الشحن وتواصل المركز مع الهيئة القومية للبريد التي أكدت أنه لا صحة لإرسال البريد المصري أي رسائل هاتفية تزعم اختار العملاء بتعليق طلبات الشحن الخاصة بهم والاستعلام عن بيانات حساباتهم الشخصية ناشدت الهيئة المواطنين بعدم الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم تجنبا لوقوعهم في محاولات نظب تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية